السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اخواتي حبيبي. كل محبين واسفات رهيبة مع رشا. ازايكم يا امراض اخباركم ايه? يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة وهنا. عيد سعيد عليكم يا امراض. وان شاء الله كده عليتنا تكبر بكم. وكل اللي مشتركش يا ريت ننورنا علشان نبقى اكبر عيلة على اليوتيوب. النهاردة هنتكلم عن فيديو مهم جدا فيديو امر قوي. لان احنا دلوقتي كلنا بعنا نعاني من مشكلة دي. الا وهي التهاب او الام المفاصل. وخشونة الربة وقلام الظهر. واحنا يا بنتي اصلا مش هلفطين. احنا ماشيين بالمسكنات يا بنتي. وربنا اللي علم بينا. تلاقي الواحد ماشي في امان الله رجله عمالة تقطق ورجبته تقطق وكل حتة فيه بقى تقطق دلوقتي. فكانت حبيبتي المبراهيم معنا على القناة قالت لي يا راشا. بعتلي على صفحتي على الفيس ان يازع علينا جدا علشان خاطر اول رمضان يعد عليها وما تصليش في الجامع. مش قادرة تنزل وحتى مبقى تصلي في البيت وقاعدة فازعلانة جدا ان ايه اول مرة يعني اول رمضان يعد عليها وبالصلي وهي قاعدة. واظن دي مشكلة عندنا كلنا. او عند الممتق حماتيك الناس الكبيرة في السن يعيني كتير منهم ما بقاش يقدر يصلي وهو واقف. النهاردة اقول لك على وصفة حلوة جدا. الوصفة دي مش حصري ولا حاجة. مش بتحتي ولا حاجة. الوصفة دي. اه كنت شايفها من كم سنة كده على قناة اجنبية. وجيت ساعتها صراحة جربتها على حماتي وكانت حاجة بجد للالام المفاصل وخشونة كانت عندها الربة كده. اللي هي تمشي فعلا تسمح سوط طاقة زي ما بقولك. عندها خشونة في الربة وجع جميد جدا ما كانتش تقدر توقف تصلي. وعايز اقول لك ان والله العظيم نتيجتها فوق الخيال. حاجة كده رهيبة للتهاب والام المفاصل. هقول لك الوصفة كانت المعمولة على القناة اجنبية دي كان عاملينها ازاي? تمام? وهقول لك فواية كل عنصر من العناصر. وعمليها وسدقيني نتيجتها نتيجة مزهلة. وفي كلمة برضو مهمة هقولها لك في اخر الفيديو. خليك معايا للاخر. حتي لايك ورقم اللايك اكتبوا لي في التعليقات وصلي عن نبيه محمد ويلا نقول احلى كلام. اول حاجة عاوزينها في الوصفة دي يا نور عيني ان احنا عايزين شوية من السنوبر. السنوبر ده يا روشة شجر السنوبر يا قلبي عرفاها لو انت مسلا سكنة في منطقة ريفية او في بتسافر القريبك البلد او الكلام ده بتلاقيه كده على طول طول الطريق كده شجر السنوبر ده معروف. اللي هو بيبقى ورقه زي رفايح كده شبه الابر. تمام? تمام. عايزة منه شوية او انك انت لو ما عنديكيش طبعا شجر السنوبر فبتجيبيه من عند اي العطار بيبقى عنده اللي هو مجفف او بيبقى عنده بزور السنوبر فحضرتك لو ما لقتيش السنوبر شجرة يعني كده اياتي اللي هو المجفف من العطار. طب السنوبر مفيد? السنوبر مش مفيد. السنوبر ده تلحكم بلد فيتامينات حرفيا موجودة على المجرة وللأسف محدش يعرفها. من الحاجات التحفة جدا اللي فيه كالسام من الحاجات التحفة جدا اللي فيه ماغنيسيوم فيه فوسفور في بوتاسيوم فيه فيتامين بيب جميع عنواعه. آآ فيه فيتامين كي اللي هو فيتامين كده اصلا للعزام حاجة كده رهيبة جدا زي ما قلت لك فوسفور وكالسام وحاجات حلوة جدا. فسبحان الله حاجة موجودة هي معنا وللأسف محدش كتير يعرف فويدها. تمام? تمام. هياخد شوية من السنوبر وقطعهم كده بالمقصة او بسكينة. واحطوهم عندي في اي بطرمون عشان اكمل الوصف. يبقى احنا قلنا اول مكون وايه فويده للعزام من الحاجات التحفة جدا. واحاول برضو احط لك سكرينة فيها فويده وفيها عناصر اللي بتكون منها وحاجات كده. تمام? تمام. تاني مكون ساعدها دات حطيته الزيت الزيتون. زيت الزيتون اصلا في طبيعته من الحاجات الحلوة جدا اللي بتعلق القليل او من الحاجات الحلوة جدا اللي بتعلق الالتهاب. وخصوصا لو انت كانتك التهاب مفاصل. يعني حتى لم في الطبيعي قليك ادهين لي لو ركبتك واجعك يدهين على زيت زيتون بس دا الوحده امر في علاج الالتهاب. فعاوز اهض عليهم شوية او كباية او كباية ونص على حسب الكمية اللي انت عاوزاها من زيت الزتون. طبعا يسكون زيت زتون بكر يكون زيت زتون اصلي ما يكونش زيت كده مخلوط او مخشوش. تمام يبقى شوية من الصنوبر حطينا عليهم شوية من زيت الزتون. بعد كده يا نور عيني اروح مغطية البطرامون ده ويكون بطرامون ناشف ويكون بطرامون متعقم. وهاخده هرفعه على حمام بخار او بتحطيه في حلة مية. زي ما انا معلماتكم. عرفتكم ازاك بتعمله حمام بخار او بتسموه حمام مريم في الدول العربية. هسيبيه لمدة نص ساعة او لمدة ساعة الا ربا. تمام? تمام. سبتوا لمدة نص ساعة بعد كده هتبعديه عن النار وهتحطي مكون كمان اله وهو العسل. عاوز عسل نحل ويا سلام لو فيه حتة شمعية زي اللي انت هتشوفيها دلوقتي في الصورة. يكون حتة شمعة كده مربعة اللي هو شمع العسل ده وتحطها لي في قلب الوصفة مع السنوبر ومع الزيت. العسل برضو من الحاجات التحفة جدا زي ما احنا عارفين يعني شفاء لكل ده ومن الحاجات الحلوة جدا للالتهابات ومن الحاجات الحلوة جدا لو انت عندك المفاصل او عندك اي مشكلة زي مرتلك العسل لعلاج لكل حاجة. هتحط معلقة عسل كبيرة على الوصفة وتحط عليها برضو الشمع دوت. ودرجعي تاني على حمام البخار بحيس عايز ادوب اللي هو مربع الشمع اللي احنا حطناه. هتسبيه على النار بالمدة ربع ساعة كده كم مش على النار مباشرة برضو في حمام البخار بحيس بس ادوب المربع او المكعب بتاع شمع العسل اللي احنا حطناه. اول لما يدوب معاك يا نور عيني هتطفي النار وتاخدي بقى البطرمان بعيد عن النار هتكملي الوصفة بتاعتنا. هنعوز هنا معلقة من ملح البحر وبيبقى شكله كده صخور شوية بتجيبيه برضو من عند اي عطار بتحطيلي معلقة من الملح وتقلبيها برضو في الزيت كويس جدا لحد لما تدوب معاك. بعد كده المكون الاخراني الى وهو اليود. اليود بتجيبيه من اي صيدلية. اليود من الحاجات الحلوة جدا. اللي بتساعد معاك بتقلي يعني بتساعد الجسم ان هو يمتص الكالسام ومن الحاجات الكويسة جدا للعزوم. هكتبلك برضو فوايد اليود وهوريكي شكل الازازة بتجيبيها من عند اي صيدلية. كل اللي انا عاوزها عشر نقط فقط منه هتحطهم لي على الزيت اللي احنا عملناه مع بعض. هتعدي عشر نقط وتحطيهم وبعد كده هتقلبي كويس جدا جدا. وهتاخدي البطرمون ده هتعنيه في مكان مصلم وتستخدمي منه كل يوم. طبعا لازم عشان اجا استخدم لازم كده هو الخلطة بتاعتنا اصبحت جهزة. حطينا فيها صنوبر. حطينا فيها زيت زتون. حطينا فيها الملح. حطينا فيها اليود. حطينا فيها معلقة من العسل وشمع العسل. عايز اقول لك دي يعني حاجة كده سحرة حرفية. يعني عايز اقول لك من مش من اول اللي هو فعلا حرفية من اول دهنة اتنين هتلاقي نتيجة مزهلة. وشونا في رباتك? واجح في ظهرك? اي حاجة في رجلك? ولا في ايدك? صدقيني نتيجتها توخفة جدا. لازم لما تيجي تدهنيها او تدهني حاجة غيرها يكون مكان الجسم يعني ان الجسم مضيف ما فيهوش اي اتربة او فيه اي حاجة. تكون يغسله كويس مسحية كده كويس وبعد كده بتروحي دهناها. عايزة تدهني بالليل لحد الصبح مفيش مشكلة وبعد كده تمسحيه مفيش مشكلة. جرى بيها صدقيني نتيجتها روعة جدا جدا جدا. وخصوصا للناس اللي قلت لك عندها اصلا يعني لو خشونة قوية وجع جامد مش قادرة تتحرك مش قادرة تقوم تصلي نتيجتها رهيبة. هنيجي بالك كلمتين المهمين اللي انا قلت لك في بداية الفيديو في كلمتين مهمين عايزة اقولهم لك. مش كل الناس بتحب الوصفات ومش كل الناس بتحب الادوية. يعني مثلا لو انت هتسأليني وتقول لي طب انت ورأيك ايك يا راشا? هقول لك انا رأيك يا راشا. ان انت بدل ما تعملي وصفة. تمام? يعني انا عملتها عشان قطر حبيبتي ومي ابرهيم طلبت مني. قالت لي يا راشا من النبي وعايزة وصفة والكلام ده. لكن لو انت هتسألين انا يا راشا ان هو عندي الام في المفاصل او عندي كذا كذا. تم احنا عيلين على ملف الصيدلية. عندك على القناة اسمي كريم بربعة جنيه من الصيدلية لما فاصل وكدتم طلعه لكم في الفيديو حاجة كده رهيبة وباربعة جنيه وحاجة توحفة. عملنا لكم بنوع تاني بستة جنيه او بتمانية جنيه. نوع بستة ونوع بتمانية. كان نازل على قناتنا التانية وصفة وتركيبة. اللي لسه مشتركش في قناة وصفة وتركيبة. انا بطلع هناك كل يوم بعمل فيديو واتنين فيارد تنورونا. اللي عاوز لينك وصفة وتركيبة يكتبلي في التعليقات ابعد هنا. آآ فكنا قليني هناك نوع كريم برخيص بستة او بتمانية جنيه وعندنا برضو هين على القناة قلنا حاجات رخيصة. طب ما بدل ما انا اعمل تمام? واعد اجيب في ماتيريال واعد ادور على سنوبر واعد ادور على حاجات طب ما انا اشتري اللي هو الجاهز من الصيدلية طبعا حاجة مضيفة حاجة ماركة حاجة كده وتنجزي فاهماني? وسعر رخيص يعني المشكلة ان حاجات المفاصل دي عشان روح اشتريها من عن نت تتلاقي الكريم بربعمية وخمسمية ونتيجته مش عارفة ايه تم في حاجات في الصيدلية كنزة حرفيا وللأسف هي مش معروفة. عشان كده احنا يعني بنعمل كده على الحاجات اللي هي في الصيدلية رخيصة وللأسف الناس ما تعرفهاش وكنزة حرفيا. ملف الصيدلية مش على قد حاجات المفاصل بس ايليم في كلمات للشعر رخيصة وايليم حاجات للتخصيص رخيصة وكده. اللي عايزة ملف الصيدلية تكتب لي ابعته لها. فلو حضرتك من الناس اللي هو لا انا ما بقى فيه ناس عندها فرية من حاجات الصيدلية ما بتحبش تستخدم حاجات الصيدلية. عايزة وصفة قديني قلت لك وصفة ووصفة منتهى الكفاءة ونتيجتها رهيبة. لا انا مش مش فاضية ان انا اعمل وصفة او اجمع واجب ده وده واعمل ده. حضرتك يبقى عليك وعلى ملف الصيدلية هتلاقي في كزا حاجة للمفاصل سعرها رخيص. وزي ما قلت لك نتيجتها حلوة جدا وما فيش احسن ولا اجمل من كده تاني. الف سلام عليكم جميعا. ربني يبعد عنوكم كل شهر وكل مكروه. آآ عايز اقولكم ان احنا عاملين ملف اسمه ملف العروسة. كنا عاملينه ليل تنعيد. الملف ده فيه اقوى وصفات للتفتيح. اقوى وصفات لتنعيم الشعر. حاجات سريعة لازالة الشعر. حاجات سريعة لعمل بديكير للرجلة او للتشاؤقات. حاجة كده امر يعني كل ما يخص العروسة حرفيا حطناه في ملف لو انت عاوزك تبيلي تحت في التعليقات ابعته لك. ما تنسيش اللايك ورقم اللايك. عملت لك الفيديو يا امو براهيم عشان ما تزعليش. نختم الفيديو بالصالة عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.